إذن هي علاقات استراتيجية جمعت بين مصر واليمن على مدار عقود طويلة عززت أوصر التعاون الثنائي بين البلدين على كافة الأصعيدة وفي شات المجالات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية وأيضا الإنسانية وفي هذا الإطار ارتكز الموقف المصري دائما على دعم وحدة الأراضي اليمنية وترحيب بكافة قرارات الأمم المتحدة دات الصلة فضلا عن تأييد التسوية السلمية وإجراء حوار وطني من أجل توصل لحل توفقية العلاقات بين مصر واليمن علاقات استراتيجية بامتياز نظرا للروابط التاريخية والعربية والموقع الجغرافي المتميز لكل البلدين فعلى مدى عهود حظي اليمن بتأييد ودعم لأبعد الحدود من القاهرة بما يعزز من مكانته كجزء مهم من وطننا العربي ويحافظ على وحدة أراضيه ويدفع به قدما نحو التنمية والتقدم الحرص المصري على العلاقات الوثيقة مع اليمن عززته صورة السلاسين من يونيو التي أكدت على عودة العمل العربي المشترك كأساس لحل مشكلات المنطقة العربية نظرا لأن الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار الرؤية المصرية نحو دعم أمن واستقرار اليمن تعددت اللقاءات التي جمعت قيادات البلدين وكذلك كبار المسؤولين حيث تم التأكيد على تعزيز العلاقات الصنائية بين مصر واليمن وبحث سبل تقديم الدعم للجانب اليمني بما يمكنه من تجاوز الأزمة التي يمر بها الموقف المصري تجاه اليمن بعد صورته في فبراير 2011 ومات لها من تداعيات ارتكز دائما على دعم وحدة الأراضي اليمنية والترحيب بالقرارات الأممية في هذا الصدد فضلا عن تأييد التسوية السلمية وإجراء حوار وطني من أجل التوصل لحل توافقي مصر أكدت أيضا ترحيبها بإنشاء مجلس القيادة الرئيسية اليمنية لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق حيث تأمل مصر في أن تسهم هذه الخطوة في عبور اليمن الشقيق إلى بر الأمان وبلوغ الاستقرار من خلال التوصل إلى توافق يمني يمني اشتركوا في القناة